تما لا تنهيار سد الفرات نتيجة المعارك والقصف الجوي لطائرات التحالف الدولي تضع حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في دائرة الخطر ضمن الرقة ودير الزور وربما العراق في حال عدم وجود سدود أخرى قادرة على تنظيم فيضان مياه بحيرة الطبقة والمنصورة يبلغ امتداد السد 4500 متر وبارتفاع 60 مترا ويحتجز خلفه بحيرة كبيرة تفصل بين منطقة الطبقة على يمين الفرات وناحية جرنية على يساره ويستفاد من مياه الفرات في المشاريع الزراعية الكبيرة في المنطقة بالإضافة إلى توليد الكهرباء عبر محطات التوليد الكهرمائية ويمثل انهيار هذا السد خطرا كبيرا على حياة السكان بالمنطقة وقد يحدث كارثة تحذيرات تنظيم الدولة من انهيار هذا السد بسبب الضربات الجوية الأمريكية سبقه تقرير للأمم المتحدة أكد أن السد المشيد على النهر العظيم بات على وشك الانهيار وحذر من أن هذا سيتسبب في دمار هائل للمنطقة برمتها مشيرا إلى أن السد يعاني من ضغط هائل مع ارتفاع منسوب المياه التي يختزنها وكادت تطغى عليه احتمال انهيار سد الطبق مستبعد بالنسبة لمهندسين مختصين وأيضا بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وسعي لانتزاع السيطرة على السد ومدينة الطبق قربه بعد حصارهما من ثلاث جهات بسيطرتها على المطار العسكري جنوب المنطقة ضمن معركة حصار الرقع اشتركوا في القناة